اشتركوا في القناة غالبا ما تشكل الشاحنات ازدحاما على الحدود وحينها يستغرق الطريق وقتا أطول وغالبا ما أصيل متأخرة هذه السيدة الألمانية تعمل في قسم الاتصالات وحاليا تعمل على فيلم ترويجيا للشركة وستصور مشاهد طبعية شهيرة في سويسرا يعرفها الجميع في كل أنحاء العالم ومنذ أن صوت سويسريون في استفتاء شعبي مؤخرا للحد من نسبة العمالة الأجنبية تعرضت سورة سويسرا لتشويه كبير أعتقد أن السويسريين أنفسهم أصيبوا بالدهشة من نتيجة استفتائهم وأنا لا أشعر بأي تمييز عنصري أو كراهية للأجانب هنا وسويسريون في مركز الشركة لا يشكلون حتى نصف عدد العاملين والبقية موزعة على أربعين جنسية مختلفة كما أن عملية الاقتراع لم تحظى بأغلبية هنا مثل ما أكد دافيد بوسهاد اللي قد راهنا موأيدو المبادرة على الجانب العاطفي وقالوا أن الأجانب ينافسون سويسريين حتى على المكان في القطار ربما سيفقد السويسري عمله لصالح الأجنبي أما معرضوا المبادرة فلديهم حقيقة تضحض هذه الادعاءات والمهم بالنسبة للسويسريين هو أن النمو الاقتصادي سيشهد تعثرا بعد الاستفتاء بنعم على المبادرة المعادية للعمالة الأجنبية لكن هذه الصعوبة لا تنطبق على هذه المؤسسة الصناعية العاملة في أكثر من أربعين بلدا وهي تقوم بتصنيع أجهزة القياس للشركات الكبرى وكون المجموعة تدخل الآن مليارا وسبعمائة مليون يورو سنويا هذه أيضا ميزة لها ما جعل كلاوس أندريس بمثابة سويسري مميز أصبت بخيبة أمل كبيرة لأنني كنت أعتقد بأننا لا نرتكب حمقات كهذه في سويسرا فليس لدينا حكومة مركزية قوية تشرف على تسيير الأعمال والشعب السويسري متنبع المشارب ويعيش حالة استقرار ولا تزرع عنه تصرفات كهذه لكنني كنت مخطئة في تقديري للأسف الشديد ولكن ربما يستفيد الآخرون على الجانب الآخر من الحدود من تقييد سويسريين لسوق العامل أمام مواطن الانتحاد الأوروبي ومنه سكان بلدة مولبورغ الألمانية في منطقة إشفاتسفالد التي تقع مباشرة خلف الحدود فهنا أيضا تنشط شركة أندريس أندهاوزا منذ عشرة السنين ويبلغ عدد العاملين فيها ألفا وتسعمائة شخص وتقدم حاليا مئة فرصة عمل جديدة سنويا هذه الشركة تبحث أيضا عن أيدي العمل المتخصصة بدءا من الحددين وانتهاءا بالمهندسين والحاجة للعاملين لا يمكن تلبيتها في منطقة إشفاتسفالد الريفية وحدها والآن فإن الشركة تأمل بتقديم المزيد من طلبات العمل لديها بسبب غلق سوق العمل السويسرية أمام الأجانب المشكلة هي لعمال الراغبين في العمل لا يريدون البقاء في بلدة اللغاش الألمانية بل يسافرون إلى سويسر لكسب المزيد من المال لكنهم إذا ما بدأوا بالعمل هنا فسيبقون أيضا في بلدتهم هذا على الرغم من أن المهندسين يكسبون حوالي 30% أقل مما يكسبونه في سويسرا لكن الحياة في منطقة إشفاتسفالد بالمقابل ليست مكلفة كما في سويسرا فضلا عن أن العاملين يقيمون وسط طبيعة مولبورغ الخلابة